بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السؤال الوارد الجديد في هذه الجائحة هل الصيام له تأثير على صحة الإنسان في انتشار هذه الجائحة؟ معروف أن الصيام شهر رمضان خلاص أيام قليلة شهرين ونصف نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان اللهم أمين صيام شهر رمضان من الفرائد طب ما حكم الصيام في زمن كورونا؟ هل هو واجب على كل مسلم مكلف صحيح مقيم؟ طب واحد خايف على نفسه أنه يعني يؤثر عليه سلبياً وهل هناك علاقة بين الصيام ومن العدوى بالفيروس؟ بنرجع للمختصين الأطباء سألناهم في دراستهم أثبتت وأفاد المختصون في الطب بأن الصيام عامل من عوامل زيادة المناعة الجسدية ويقوي عزيمة الصائم وإرادته وهذا كله يعزز مناعته ضد الوباء يبقى ينبغي أن يصوم وبالتالي الفتاوى التي صدرت من المجامع الفقهية والهيئات الإفتائية تفيد بأن الصيام في زمن كورونا واجب واجب كما هو على كل مسلم مكلف صحيح مقيم طيب الواجب على المسلم المكلف الصحيح المقيم صوم رمضان؟ ما دليلك على ذلك؟ قال النص الشرعي القطعي فمن شهد منكم الشهر فل لم الأمر فليصومها فلا يجوز لمن كان كذلك أن يفطر في رمضان لمجرد التخوف المتوهم من ضعف المناعة لأن هذا لم يثبت طبيا بل الثابت طبيا أن الصيام بيعزز المناعة طيب من كان غير قادر على الصوم لمرضه واحد مريض سواء مرض الكورونا أو غيره أو غيره في الإسلام رخصة رخص له الفطر وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى وبيجب عليه القضاء بعد زوال العذر المبيح لفطره قال الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر طيب الذي أخبره الطبيب والطبيب عدل عدل يعني عنده عدل أن الصوم قد يفاق مرضه ويعرضه للعدوى فله أن يفطر ويقضي بعدما يشفيه ربنا سبحانه وتعالى كسائر المرض كسائر المرض هذا أمر مهم جدا في حياة المسلمين لا بد أن نفهمه الصيام فريضة ما لم يكن مريضا أو أوصله طبيب عدل يتبع القواعد الطبية وننصح أن يكون طبيبا مسلما ننصح أن يكون طبيبا مسلما طبيب غير المسلم أصلا بيستغرب أن نحن بنجلس من الفاجر لحد المغرب لا نأكل ولا نشرب هم يستغربون ذلك ويستهجنوه ويرونه شيئا عظيما إنما المسلمين يفهمون هذا الأمر فإذا سألنا نسأل مسلما ومسلما عدل وفق القواعد الطبية وفق القواعد الطبية هذا إذا كان مريضا أما لا علاقة بين الكورونا وبين الصيام وبين الصيام وبالتالي ينبغي على المسلم أن يصوم طالما أنه صيام رمضان واجب على كل مسلم مكلف صحيح مقيم والله أعلم شكرا للمشاهدة